اشتركوا في القناة اول من نوعه في تاريخ البلاد هذا ما ورد على صفحة الرئاسة الانتقالية على منصة تويتر بصيغة احتفالية ارادها بايدن ونائبته كامال هاريس التعينات الجديدة لموظفي البيت الابيض لا تحتاج الى موافقة مجلس الشيوخ في حين ستخضع ترشيحاته السابقة للوزراء والمستشارين لهذه الموافقة لتكتمل عناصر الادارة وشخصياتها وفي خطوة متقدمة لتسلم مهامه كرئيس جديد للولايات المتحدة يتسلم بايدن اول احاطة يومية من وكالات الاستخبارات الامريكية لتشاركها مع ترامب متضمنة المعلومات الاستخبارية المخصصة للرئيس عملية الانتقال التدريجي التي بدأت منذ اعلان ادارة الخدمات العامة بتقديم اموال نقل السلطة تأخذ بايدن بثبات واستقرار لتبوء موقعه في رئاسة البلاد بينما يقاوم ترامب كل الاشارات والدلالات التي تفيد بخسارته الانتخابات الرئاسية ترجمة نانسي قنقر